موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني حلي أبو زعكوك أن فايز السراج قد دخل عن طريق الخديعة إلى مطار مصراتة أبو زعكوك قال أن السراج دخل برفقة مسلحين تونسيين بشكل غير شرعي بعد أن أهلموا السلطات أن طائرتهم قد تعرضت لعطل فني لكي يسمح لهم بالدخول دون أن يعلم بهم أحد أبو زعكوك أضف أن من قام بعملية تفجير زليس مواطن تونسي حسب التحقيقات الأولية مؤكدا في ذات الوقت على عدم إدانة تونس ولكن كان من باب الأولى أن يتقدموا بواجب الحزاء حسب وصفه وكما وجه أبو زعكوك دعوة لتونس للتنسيق الأمني بين البلدين حفاظا على أمن البلدين الشقيقين حسب أبو زعكوك تستضيف إيطاليا مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا يوم التاسع عشر من شهر يناير الجاري بحضور العديد من ممثلية الدول العربية والغربية وأعلنت الخارجية الإيطالية في بيان لها أن المؤتمر سيعقد بحضور ممثلين عن الدول والتي شاركت في مؤتمر روما الأول في الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي وذكر البيان أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أجر اتصالين مع نظيريه المصري والجزائري لبحث آخر التطورات ومستجدات الوضع في ليبيا وأعرب الوزراء عن إدانتهم الشديدة للهجمات الإرهابية والتي وقعت مؤخرا في ليبيا مجددين التزامهم بالعمل حال تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق الوطني حسب وصفهم قال مصدر من مدينة أوباري للتناصح أن أربعة قتلى وثمانية جرحة قد سقطوا جراء الاشتباكات التي تدور في مدينة أوباري بين قبلتين تبو والتواري المصدر أكد أن الاشتباكات قد اندلعت بعد قيم مجموعات من التبو بهجوم مباغت على قوات التواري حسب وصفه وكان الناتق باسم غرفة العمليات المشتركة أوباري مجد أبو الهنة قد قال في تصريحات له أن ما حصل يعتبر خرقا لاتفاق الدوحة وأن اجتماعا سيعقد في سبهة بين أعيان التبو والتواري لاحتواء الوضع في سبهة قال عضو المجلس البلدي جالو عقيل الفلاح أن حكومة الأزمة والمنبثقة عن البرلمان المنحل في البيضة تتجهل باستمرار قرارات وطلبات جالو ولا تعيرها أي اهتمام منذ عامين وفي تصريح لراديو جالو أفاذ الفلاح أنه اشتكى رسميا عبدالثني رئيس حكومة برلمان طبرق عن اقتصار دور بلدي جالو كساع بريد فقط من دون تحقيق أي وعود في تهميش واضح لسكان المنطقة بالرغم من المراسلات والقرارات وطلبات الخدمات إلا أن شيئا منها لم يتحقق حسب ما جاء في التصريحة هذا ويذكر أن مدينة جالو تعاني العديد من المشاكل والمختنقات في بعض القطاعات الخدمية والصحية كالمصارف والوقود والصحة أعلنت قيادة العمليات العسكرية بمجلس شورى تحالف ثوار جدابيا أن المنطقة الصناعية ومنطقة المزارع المجاورة ومنطقة الجنان وبوابة 18 وبوابة 60 منطقة عمليات عسكرية وأعلن المجلس في بيان له أنه يحذر الأهالي من التواجد في هذه المناطق لأنها مناطق عسكرية مغلقة وتشكل خطرا على المدنيين وأكد المجلس حرصه على سلامة الأهالي وعلى تعظيم حرمة الدماء المعصومة شهدت عدد من مدارس مدينة طرابلس الكبرى تواصل أعمال مشروع تركيب زجاج نوافذ المدارس الذي تنفذه وتشرف عليه مصلحة التقنيات وصيانة المرفق التعليمية وقال مشرف عام المشروع عبداللازناتي إن أعمال تركيب زجاج نوافذ المدارس التي انطلقت مع بداية الشهر الماضي مستمرة لتغطية أغلب المرافق التعليمية بمدينة طرابلس الكبرى كمرحلة أولى فيما سيتم وفق المتاح توثيع دائرة الاستفادة من أعمال المشروع بالمناطق التعليمية الأخرى وأرجع عزناتي تأخير البدء في أعمال تركيب زجاج بعض المدارس إلى تهالك النوافذ بها الأمر الذي تطلب إجراء صيانة قبل عملية التركيب هذا ويشار إلى أن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية قد أطلقت ضمن خطتها العامة للصيانة السريعة مشروع تركيب زجاج نوافذ المدارس خطام الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر